ازا ما قلنا الطفل حديث الولادة اول دكتور بيفحصه ده عليه مسئولية كبيرة جدا لانه هو اللي بيلقط اي عيب خلق موجود في العي الاول ما يتولد نبدأ من فوق لتحت مفروض هنا فيه حاجة اسمها فتحة الراس ربنا خلق يعني من اعجاز خلقه ان الجنجمة دي عبارة عن اربع عدمات واحدة قدام واثنين في الخلف وواحدة ورا ما كان التقاءهم فيه فراغ ربنا سايب الفراغ ده لان المخ بيكبر اول سنتين من العمر لو الفراغ ده لو العدم ده ملتصك وقافل المخ ما يبقاش عنده فرصة انه يجبر في فترة النمو اقصى فترة نمو للطفل او للمخ بتاع العين فاول سنتين من العمر فتخيلوا لو العدم ده قافل المخ ما يلاقيش فراغ يتمدد فيه وينمو فيه ويطلع تفلي عنده تخلف عقلي او تأخر زهني فعشان كده اول حاجة تفحصها لازم تحطي ايدك على فتحة الراس كده تتأكد انها موجودة ودخل سبعين يعني ايه سبعين يعني طرف السبعين دول يخشوا جوه هذه الفتحة لان ده المسافة اللي مفروض فتحة الراس تكون موجودة وده المسافة الطبيعية طب افرد ما لقيتش فتحة الراس دي مشكلة لانه ممكن ايه ان التفلي ده يكون عنده حاجة اسمها كيرينيوسينستوزيز ان العدم ده ملتصك ببعضه ملتصك ببعضه دي مشكلة لانه مش هيدي فرصة للمخ انه ايه انه يجبر لازم التفلي ده يتعمل له اشعة علشان نشوف العدم ده وضعه ايه والنظامه ايه وهل عنده التصاق كامل لو عنده التصاق كامل بنحوله لحد بتاع جراحة مخه واعصاب عشان يتصرف في العيل ده لانه دي مشكلة قوية جدا ولو احنا يعني محددناها الساعة الولادة دي بتبقى مشكلة ان العيل احنا في ايه في يعني مش داريانين ان العيل مخه ما بيجبرش نتيجة التصاق بتاع العدم ساعتم بقى الفتحة صغيرة مش مشكلة فتحة صغيرة دي ما فيش مشكلة فيها اهم حاجة انها تكون موجودة وانه نتابع محيط الراس بتاع العيل مفروض في الدكتور بتاع الاطفال ده مش وظيفته انه يتابع امراض فقط لا مش انه يعالج اللي اهم من كده انه يتابع النمو بتاع العيل النمو ده ثلاث حاجات محيط الراس والطول والوزن محيط الراس والطول والوزن يبقى انت مفروض بتروح لدكتور الاطفال عندك حاجة اسمها منحنة النمو بتاعك إنه يتابع كل شهر على الأقل يتابع محيط الراس يشوفي الراس دي بتكبر ولا سابتة لو سابتة ده يعني هتلفت انتباهنا إن التفلي ده قد يكون عنده التصاق أو تلاحم في العظم بتاع الراس ودي مشكلة لو ما تحددتش بدري بدري وبعتنا العيد لجراح مخه وعصاب المشكلة دي تتفاقم لإنه أنت قافل على المخ حبسه مش مديره فرصة إنه إيه إنه ينمه ننزل تحت شوية في العين لازم إيه نعمل حاجة اسمها فحص قاعل لكل الأطفال حديث الولادة إحنا قلنا تلت حاجات لتعمل العيال حديث الولادة فحص قاعل عيال نشوف المفصل الفخد في مكانه ولا لأ ونعمل له تحليل وظيف الغودة الدركية تلت حاجات أساسية جات لي بنت من بانيس ويف كتكوتة صغيرة كده عندها تلات أربع أسابيع الأم جايبها بجاء مجرد متابعة عادية بص عليها كده يا دكتور رفعت إحنا عايزين نتابع معك ببص على الريد ريفليكس في البنت في الناحيتين البنت مفيش الريد ريفليكس الريد ريفليكس يعني إيه يعني لو مفيش الريد ريفليكس بقى فيه عتامة إن العدسة بتاعة العين فيها مية بيضة ممكن تيجي مية بيضة في الأطفال أو بتيجوا عشان كده إحنا بنعمل الريد ريفليكس ده مفروض الريد ريفليكس لما نور النور بالجهاز كده يطلع لي شاشة حمرة لو فيه عتامة في عدسة العين العتامة دي تلغي الريد ريفليكس ما يطلع لكش حاجة ما يطلع لكش الشاشة الحمرة اللي انت مفروض تشوفها الشاشة الحمرة دي عبارة عن قاع العين البنت يا بابوسة عن ناحيتين مش موجود ريد ريفليكس وفيه عتامة على عدسة بتاعة العين بنتي 3 أسابيع ولا 4 أسابيع بعتناها الدكتور متخصص في الاستشاري في العيود عملها عملية شال المية البيضة عن ناحيتين لان انت لو التفلي لو متعملوش هذه العملية مفيش دوق داخل الشبكية والتفلي ده يحول ويحصل له ضعف في الابصار لان مركز الابصار بتاعه ما تكونش بيتكون نتيجة الدوق والرؤية فالعدسة او العتامة البيضة دي اللي موجودة اللي منعت الريد ريفليكس تبصت لها التفلي مركز الابصار بتاعه ما يتكونش ويحصل له حاول بعد شوية والرؤية بتاعته ما تبقاش كويسة فهي بيجي نتغادل دلوقتي البنت عندها ما شاء الله حوالي سنتين دلوقتي ولابسة ندارة صغنطوطة كده حلوة اوي لانه يعملونها زرعة عدسة بعدين يبقى دلوقتي بنشيل العدسة المعتمة وممكن يعمل لها زرعة عدسة في العيد بس بعدين شوية لما تكبر شوية بس على الاقل شن العتامة وصلحنا لها نظر بالندارة ندارة بلاستيك ادي كده وعاملة زي ندارات اللعب بتاعت الاطفال بس شكلها جميل عليها جدا والحمد لله ان احنا شفنا ان فيه حاجة اسمها عب خلقي فيه مية بيضة على العيد اطلقت بدري بدري نتيجة ان انت تشتغل روتين لما تشتغل روتين نسبة الحالات اللي تسقط منك تقل لقوي روتين يعني ايه يعني واحد اتنين تلاتة تمشي زي البروتوكول او يبقى ليك سيستم في الايه في الكشف يبقى انت ما بتكشف على طفل حديث الولادة تحط ايدك على رأسه عشان تشوف الفونتانيل او الفتحة بتاعت الرأس دي موجودة ولا مش موجودة موجودة مقفولة تعمله اشعة وتحوله لجرح مخه واعصاب بتنزل تحت شوية تشوف الريد ريفليكس الريد ريفليكس موجود خلاص خير وبركة نادر جدا نادر انك تلاقي عتامة على العيد بس الطفل ده بقى اللي انت تلقطه دون وعنده عتامة على العيد تبقى انت فارج في حياته فارج في حياته يعني ايه بدل ما الطفل ماشي 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 ان عنده عتامة ومركز الابصار بتاعه ما بتكونش والرؤية بتاعته زيرو ويحصل له حاول بعد شوية نتيجة عدم الرؤية الواضحة انت كنت فارج في حياته وعدلت حياته وعدلت حياته ايه الاسرة فمن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا مش معناها ان انت تحيي نفس ان تعيش او تموت ممكن تحييها حياة طيبة حياة طيبة يعني تعيش بس عيشة كويسة مرتاحة ببقاش عندها حاول وما عندهاش ضعف في الابصار نتيجة ان انت اثناء الكشف عمشيت روتين وعملت الريد ريفليكس انت وظيفتك انك تشخص مش هتعالج لكن تشخص ان ايه ان فيه عيب خلقي في العدسة بتاعت العين او فيه مية بيضة وتحولها لدكتور العيون ننزل تحت شوية ساعات بيبقى فيه انسداد في الانف لو انسداد في فتحة واحدة عمرك ما هتعرفه إلا لو يعايل بيجيب افرازات لكن لو فيه انسداد في الانف في الناحيتين ساعات بيبقى فيه حاجة اسمها الكوان الأتريزياء المناخير دي ليه فتحة من قدام وفتحة من ورا لو الفتحة اللي ورا دي مسدودة تبص تلاقي في الناحيتين تبص تلاقي الطفل ده ينهج ويحصل له صعوبة شديدة في التنفس ويزرق بقى عيل مزرق طب هي يعني تم احنا كلنا في الشتاء مناخيرنا بيجلنا برضو مناخيرنا بتسد ما بنزرقش ليه لان فيه فرق ما بين العيل والكبير العيل اول ست الشهور حاجة اسمها قبلجاتر ونيزل بريزل لازم يتنفس من مناخيره مناخيره السدد معرفش يفتح بقى ويتنفس زينا فيزرق وينهج تبص تلاقي الطفل ده مزرق وعنده نهجان انت تتلخبط بقى هل الطفل ده وعنده مشكلة في صدره عنده مشكلة في قلبه لا هو ببساطة عنده انسداد في مناخيره حاجة اسمها الكوان الأتريزي طب تفرقوا ازاي ما بين العيل مزرق وعنده نهجان تبص تلاقي العيل ده لما يعيط تبص تلاقي يحمر ليه لما يعيط بيبقى مضطر يفتح بقى وياخد نفسه من بقى لما يسكت يزرق يبقى عيل جالك مزرق في الحضانة كده ولا بعد الولادة مزرق وعنده صعوبة في التنفس ونفسه طالع نازل اول ما يعيط الكلام ده كله يختفي يعني يعيط يحمر يسكت يزرق يبقى عنده حاجة اسمها الكوان الأتريزي او انسداد في فتحة الامف ده تعمل له ايه ما هو انت لو سبته هيتخنق فتحط له حاجة اسمها الاروي او انبوبة بلاستيكية صغيرة كده تفتح بها بقى تفتحه بالامر الامر دي له كلمة عسكرية جميلة بس احنا تعلمناها كانوا في الكلية الحربية زمان لما دخلنا الكلية الحربية كان الشعار بتاع الكلية قالك الله الوطن بالامر الله الوطن بالامر تعمل ربنا وتحمي اراضيه بالامر ده انت مش مش اختياري الناس بس اللي دعاو الفرقة والناس اللي فاكنا اللي فاكرا ان الوطن ده مجرد شوية تراب الوطن ده انا وانت واردنا الله الوطن والامر حاجة الواحد اتغرست فيه من ساعة ما كان طالب في الكلية الحربية فانت تفتح بق العيل بالامر تحط له ايروي لان دي حياته حياته لو ما حتطلوش ال ايروي وما خلتهش فتح بقه وتنفس من بقه بالامر يموت عشان كده الله هو الوطن والامر ده اللي يحمي بلدنا من كل الدعاوي